يجمع كل مراقب للوضع في السودان أن العدالة تذبح بسكين الظلم من الوريد إلى الوريد إذ أن الاعتقالات التعسفية أصبحت تضال جميع التوجهات الدينية والسياسية ويقبع السجناء دون محاكمة ودون توجيه تهم لهم وتمضي على الواحد منهم شهورا عدة وهو لا يعلم عن سبب اعتقاله المباشر وغالب الحالات يكون الجهر بالرأي المخالف هو السبب وفي لحظة فارقة من الزمن ربما يتم تلفيق تهمة له لم يسمع بها حتى في الأحلام بعض المعتقلين أفاقوا بعد تسعة أشهر من الاعتقال على الاتهام بتدبير انقلاب عسكري نعم انقلاب عسكري بالدبابات والطائرات ويحدث البلاغ ذلك السجين أنه اجتمع وخطط مع شخصيات لم يلتقي بها في حياته كلها بل وبعضهم خارج البلاد أصلا وهو برفقتهم يتهم بتدبير الانقلاب والإجهاز على حكومة الفترة الانتقالية بلاغات تفتح بين حين وآخر تبعث على السخرية فكيف لسجين وآخر خارج البلاد أن ينقلب على حكم بمعية عسكر يؤكد قائدهم البرهان مرارا وتكرارا أنه لانقلاب عسكري في الأفق وأن الحديث عنه مجرد أوهام وترهات ومحاولات للنيل من القوات المسلحة يواصل البرهان حديثه ونفيه وكأنه لم يسمع عن البلاغات التي تصدر بتوقيع النائب العام والتي تسجن الناس بجريرة الانقلاب قرابة العامين على السودان ولزالت المحكمة الدستورية معطلة والعدل غائب والنائب العام يتهم بتجاوز للقوانين دون رادع فإلى أين يتجه مصار العدالة في البلاد؟